أهلا بحضراتكم مرة تانية نحن نمارح ومحافظات كتير كان فيها أمطار وأمطار غزيرة وكان فيها رياح شديدة كمان ده طبعا بيأتي بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى في محافظة اسكندرية ومنخفض الأخدود العلوي في محافظات مصر خلونا ننقل الصورة بشكل أكتر وضوحا ونعرف إيه اللي حصل في المحافظات إزاي المحافظات استعدت وتأهابت لهذه الموجة من تدعيات الطقس السيء معانا على تليفون دلوقتي دكتور ممدوح وراب محافظ الشرقية سيدة المحافظ صباح الخير يا فن صباح الخير يا أستاذ محمد صباح الخير يا أستاذ أبتان صباح الخير يا أستاذ أبتان يا أهلا بحضرتك الوضع عامل إيه دلوقتي في المحافظة؟ الأمور يا فن المستقرة ما فيه تأمطار النهاردة المعظم من النياه اللي على طوله رأسها كان دولا تم رفعها إثنى النهاردة تدام نصرش في بعض القرى عشان لو كنت رقمات نياه ذاتها للصورة شركة المياه المعادلات بتاعتها والوحدات المسلائية والمعادلات بتاعتها والأمور تم بلايه فن المدد جيدة وتم بلايه النهاردة كانت كويسة على محافظة طب يا فن دم حقيقة التقس كانت بتتكلم عن موجة سيئة من التقس السيء إزاي تم الاستعداد ورفع حالة التأهب قبل التقس السيء ما يوصل لكل محافظة؟ طبعا نحن بنبقى مساعدين ونبقى عندنا غرصة عمليات متصلة بكل الجهات التي نحن بنتعامل معها الكعرابة والمياه والخماية المدينية كل الجهات كنا نتواصل مع بعض من خلال غرفة عمليات مختلفة وبنبتد متابع لو في مشكلة بيحصل عددها من الأمهار السابت من منطقة مياه أمس ومنطقة مسجول وكانت مياه في أمهار ستيسة عليها وبعد ذلك بتدتتتخرك في إنتجاه الشمال وطبعا نحن بيبقى في مكتاز دعم نحن عندنا هواحدة كنا وحدة السبب السرية بمعدات كبيرة وديها إمسانات خدرات كبيرة نحن نجي محركينها لدعم أي مكتاز عنده مشكلة نحن الحمد لله ما اضطرماش تستطيع السلام لكل مال لأن الأمهار وكنيةها والفترة اللي نزلت فيها كانت كلها في الصدود الأقل من المتواصفة وما أثرت على حق المرور أو تكتيفة رقمات أثرت على أي موقع داخل المتواصفة الحمد لله ده عظيم جدا ست محافظة هل فيه شكاوى اتقدمت لكوا في المحافظة بسبب تراكم يا أهل الأمطار ولا أنتم كنتوا تتحركوا سريعا بمجرد نزول الأمطار والسيون إحنا يا سيد محمد دينا عندنا خصة بنتحرك من يوم لفين احنا بنستدي بالطرق الرئيسية اللي هي بتخدم أكبر عدد من المواطنين وكسافات السكانين وبعد كده بنستدي نخش على صروق الفرعية في القرى في العزب فأنا الحمد لله نبارس مجلناش نظر بنقول أجا تذكر حاجات بسيطة وكنا نتحرك على طول الوثات المقلية للتعامل معها والنهاردة الصغل في كله هيبقى مكسب داخل القرى والعزب لأن الحمد لله فروق الرئيسية تم التعامل يعني لسه في دلوقتي 100 أمطار في القرى والعزب في بعض القرى وبعض العزب اللي نتشغل فيها إنما الحمد لله ماكيش حاجة مؤلئة أو حاجة معصرها على حتى المدرسة أو الضراثة داخل محافظة الشركة عظيم جدا طب سيارة المحافظ يعني وجه التعاون بين الجهات التنفيذية وشركة الصرف الصحي ممكن حارك تتكلمنا عنها أكتر طبعا حضراتك تتعاون موسيق جدا وخلي بقى الحركة مكبات في شركة المياه إنما السعرابة كمان لأنه بيها ضوء كبير جدا وبرضو السماية المدنية بيها ضوء كبير جدا بيتم تعاون وزي ما وصل حركة الناس نعملون فرصة عمليات كل الجهات متصلة بيه وكله بيعمل على مدار الساعة لاستقبال أي شكاوي أو توجيه عربيات المياه أو توجيه شركة المياه أو توجيه شركة الكهرباء أو أي اتقطاع بمستاجه للمكان اللي فيه اللحجات والحمد لله السأدات جايب جدا بمعادات جيدة جدا وطبعا حرارتك عرفة سنوات إحنا أخذنا منها خبرات وأخذنا دعم دولة جدا بتوفير كل المعادات اللي احنا مستجنها أسماء الأزمات الزي الأمطار الكثيرة عظيم سيادة المحافظ كل الجهات زي ما حضرتك قلت فيه تعاون مع المحافظة وكل جهة بيكون لها استعداداتها لكن الصرف الصحي بيكون لها استعدادات مختلفة شوية لأنه كمية الأمطار اللي بتنزل له قوية وفي سيول ممكن يؤدي إلى انسداد في شبكة الصرف الصحي إزاي استعدت المحافظة بشكل عام في هذه النقطة وهذا الأمر إحنا منذ خمسين يا أستاذ محمد استدنا نعمل بمصرط الأمطار على المجال المائية يعني على السرع على أي أفرق مائية بنعمل عليه على طول عشان ما تعملش أحمال على شبك الصرف الصحي وبالتالي محافظة أو الروافق بتاع الصرف الصحي أو محافظة الصرف الصحي فكان لها مرضون طيب جدا إن الحمد لله ما كانت بي ضغط على الشبكات الصنادي قال الحمد لله وطبعا ده كل دائم كما بتنسيق مع شركة المياه وصف الصحي وهم نعايز أقول الحارسات إن هم مضربين على مستوى عالي جدا وعندهم أجهزة جائبة جدا للتعامل مع هذه الحالات وفيه بردخول عمل بيدم إنه في حالة إن حصل إذبات الشبكة إنه بيدم لو تقرر إنه يصبح صحيح ومستفيد كمان بالضبط كده فدنا هي بتنزل على سرع على فرود يا أستاذ محمد ولا تكون إننا دايما حد تفسية المحافظة الدراسة أخبارها أي طالما دلوقتي قادرة تروح النهاردة مدرسة عادي ولا تم تعطيل الدراسة لا يا فندم ما فيش تعطيل الدراسة وما فيش نستيل على أي طريق وإحنا ما طلقنا لأنه في حد عنده مستيلة عزيزة نهاردة طريقة أو أسعى طريقة الحمد لله من الغيب تمام يا فندم نشكر حضرتك دكتور محمد وحوراب محافظة الشرقية شكرا جزيلا لك دلوقتي نضم لنا عبر الهاتف مهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحيب القاهرة صباح الخير على حضرتك من ورنا في صباح الخير يا مصر صباح النور يا فندم كلمنا عن الوضع اللي بتشهد المحافظة حاليا بعد موجة الطقس الشديدة اللي بتشهد المحافظات والله الحمد لله محافظة القاهرة مبارح تعرضت لموجة من الأمطار ما نقدرش نقول شديدة كانت موجة متوسطة اللي خفيفة ومن صباح الأمس ومعداتنا أنت عارفها عندنا خطة لانتشار المعدات بمجرد ما يكون معنا تحسير من هيئة العرصات بننشر المعدات في المواقع اللي احنا متوقعين تتجمع فيها الميا وبمجرد ما حصلت الأمطار المعدات بدأت تتحرك وتجمع الميا والحمد لله ما حصلش أي تركمات ولا تجمعات كبيرة بحيث صارت على حركة المرور وده الحمد لله فرض ان احنا بننشر حوالي 125 معدة على مستوى المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية على مستوى القاهرة بالكامل والتعاون طبعا معديزة محافظة القاهرة ده عظيم جدا انا شفت مبارح العربيات وهي بتشيل المتركمة في الشوارع وشفت عربيات جديدة الحقيقة احنا كل سنة يعني في عربيات كبيرة وعربيات صغيرة تمام احنا بنحاول بتاع الشركة بندعمه بمعداد كبيرة للمحاور الرئيسية والمحاور الصغيرة بنحط معداد صغيرة شوية عشان تتحرك في الشوارع الضيئة وكل سنة لنا معداد احنا السنة دي الشركة بستة عشرين معدة وان شاء الله احنا في صبت شيرة تنتين معدة تاني خلال السنة اللي احنا فيها عشان تدخل خدمة السنة الجهة ان شاء الله ده عظيم جدا طيب احنا حابين نعرف بقى يعني حراك التعاون بين الجهات التنفيذية يعني بنشوف مؤخرا خطوات استباقية من شركة الصرف وطبعا مع المحافظات بنشوف ان فيه تعاون كده ما بين الجهات فايه هي اوجه بقى التعاون ده بعد ما طبعا هيئة الارصاد بتعلن ان فيه تقص سيء والله احنا فيه تعاون جامد بيننا وبين محافظة القاهرة ان احنا بننسخ معاون الاماكن اللي فيها ترقومات وبيسمحونا بان احنا نحرك معداتنا في الشوارع والمحاول الرئيسية حتى بيبقى مخصص لنا مواقع معينة في الاماكن اللي احنا محددينها بيقصصوا همنا ان احنا العرباء تنتظر لغاية سقوط الامطار بالعرباء بتوقف من اول ما بيجينا تحذير وبيبقى فيه تنسيك بيننا وبين الاحياء وهيئة النظافة برضو في محافظة القاهرة ومدرية الطرق حتى غابان فيه تنسيك مهم جدا في انشاء بلعات انطار احنا السنة دي انشأنا في حدود 3000 بلعات مطر اضافية على الشمكة القديمة على الشمكة القاهرة فاحنا لولا تعاون اللي بيننا وبين المحافظة كناش نقدر ننشئ 3000 بلعات مطر خلال الفترة اللي فاتت طيب البلعاتي بتودل فين البلعاتي بتدخل في القاهرة شبكة الصرف شبكة مدمجة بتستقبل مية المطر ومية الصرف لان في القاهرة ما نقدرش نعمل شبكة صرف منفصلة لان اولا المجال المائية بعيدة ما هيش من زي بقية المحافظات فيها درع ومصارف القاهرة ما فيهاش هذا الكلام فاحنا مضطرين نحنا نتعامل مع شبكة الصرف طيب عظيمة انا كان عندي سؤال بصراحة يعني انا شايفه مهم الحقيقة احنا بنعمل طرق جديدة وبنعمل كباري وبنعمل انفاء هل الكباري الجديدة بتدخل في الخريطة عندكو؟ طبعا يا فندم احنا الكباري حضرتك فيه ترانسيك بيننا وبين الهائلة الدسية وبين جهاز تعمير القاهرة اثناء تنفيذ الكباري دي احنا بنشترك معهم بين احنا اللي بننفيذهم باللعات الامطار في الاماكن اللي احنا فيها منخفضات ومرتفعات بنحدد اماكن المنخفضة عشان نفسها بلعت الامطار ما فيش محورة عمل الا لما عملنا في هذا الموضوع ده عظيم جدا طب النهاردة بقى هل الحياة رجعت تاني لطبعتها ولا لسه فيه امطار يمكن بقية من مبارح لا والله احنا الحمد لله الناس استمر طول الليل لغاية ما رفعت الامطار من تسعين في المية من الشوارع الرئيسية والفرعية انا شفتهم انا شفتهم كمان اعيز اقول حضراتك بشمانس انا شفت الناس والحياة اعيز اشكر العمال اللي شغالين مع العربيات يعني هم حارسين ان هم ما يسيبوش بقايا مية في الطريق حتى لو شعورت ما صغرين مش هتعوق الحركة لا بيشيلوها برضو انا شفت راجل واخد المساحة وعمال يجيب المية من كل اتجاه عشان تتجمع عشان يشفوتها بالعربية والله يوم فعلا يستحق الشكر ده حقيق لان بيبزروا مجهود الحمد لله لمصلحة بلدنا عشان واجه العاصمة يظهر بواجه مشرس طيب ايه اكتر الاماكن اللي كان فيها تجمعات الميال امطار في القاهرة والله انبارح كان طريق الاسماعيلية طريق الاسماعيلية تعرف ما فيه شبكة صرف فهو وفيه مناطق منخفضة فده جمع مطر فكنا بنعتمد فيها الشفطات واخر طريق الميساق عند قرب الدائري كده يعني هذي الاماكن اللي جمعت شويات مطر معنا احنا بنشكرك مهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة على المجودات الكبيرة اللي بتقوموا بيها وزي ما شاز لي قال يمكن من اصغر عامل في الشبكة لأكبر حد بنشكركم على المجودات العظيمة اللي بتقوموا بيها عشان توفروا لنا حياة اسهل ونقدر نوصل ونتنقل بكل سهولة طيب لسه مكملين مع حضراتكم ونحن بنتابع تدعيات الطقس السيء والأمطار وصول لشهادتها بعض المحافظات خلونا نطمن على اسكندرية من الرواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالاسكندرية صباح الخير يا فاند صباح الخير يا سيد الحمد على حضرتك وعلى سيدة باتانت وعلى سيدة المشاهدين جميعا يا أهلا بسيادتك أخبار اسكندرية ايه؟ كل خير الحمد لله والله يا فاند من سيدتك بتكلمني والحمد لله يعني فضل ربنا عظيم علينا النهاردة للشمس مشرقة والدنيا جميلة واسكندرية زي الفل الحمد لله اسكندرية دايما جميلة في كل حالاتها حتى في المطرة حتى في يعني في الطقس السيء هي اسكندرية جميلة ربنا بقى لك في حضرتك يعني الأمطار كانت كتيرة بس اسكندرية متعودة على النوع ده من الأمطار ازاي تم الاستعداد ورافع حالة التأهب بقى قبل الطقس السيء والله يا حضرتك احنا من يوم الجمعة لفعل الحالة من صباح الجمعة يعني هم الجمعة كله بالحمد لله لأمور شبه مستخرة يعني بالليل بعض الأمطار الخفيفة بدأت فجر السبس الأمطار من الساعة 5 صباحا تقريبا خفيفة ومتوسطة وجاءت عبدو بدأت في غزارة شوية في غرب اسكندرية على حي العجمي وحي العمرية وعلى طريق الصحراوي إنما الحمد لله بفضل الاستعداد المسبق يعني من عناصر المحافظة بالكامل كل جهة سنفيزية وأكثر من 100 سيارة منتشرة وأكثر من 40 بزالة منتشرة على مستوى المحافظة الحمد لله ما حصلش أي مشاكل أوائي أعطى مرورية على مستوى المحافظة بالكامل طيب ده عظيم جدا غرفة العمليات هل تلقت أي اتصالات أو شكاوة من المواطنين لا والله الحمد لله احنا أقول لحيك ممكن عندنا غرفة العمليات غرفة يعني مشتركة بين الشركة عندنا والمحافظة والعمليات النجدة وعمليات المرور وكل شركات المرافق كلنا على شبكة واحدة في الهاتف الكية وعلى موقع الوابساب بنتواصل مع بعض وبنتعامل مع بعض يعني بعض التجمعات البسيطة اللي حصلت وتم تتعامل معها في خلو على طول ما سابتش أي عقل الحمد لله كان في تجمع على محور المحمودية بدوار النقل والهندسة تجمع بسيط كده وتم رفعه على طول يعني تبني طب من بقى الأهالي النهارده الدراسة كانت شغالة عادي أسكندرية جميلة بفن ربنا الحمد لله أسكندرية جميلة دايما شكرا يا فندم كل شك لك يا فندم اللي هو محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالأسكندرية